مئة يوم فقط عن انطلاق رهان تظاهرة قسنطين عاصمة الثقافة العربية 2015 المسطر له منذ ثلاث سنوات ها هي الحكومة وبرئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال وبحضور نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قيد صالح تتسارع للاجتماع ومسابقة الزمن لإنجاح التحدي مجلس وزراء مسغر مشكل من 11 وزيرا من مختلف القطاعات ووالي ولاية قسنطين سيبحث من خلاله على تطورات 25 منشأة ثقافية و74 مشروعا لترميم الثورات إضافة إلى أشغال التحسين الحضاري والحسم في الملفات المتأخرة تحركات عالية المستوى لإنقاذ التظاهرة التي من المقرر أن تدوم سنة كاملة خاصة بعد تقليص ميزانيتها من 600 مليار سنتيم إلى 200 مليار سنتيم وفق قانون المالية 2015 هي تحديات جديدة إذن تواجهها الدولة خاصة مع انخفاض العائدات النفطية واعتمادها على السياسات التقشفية بالرغم مما ستعود به التظاهرة على مدينة الجسور المعلقة من إعادة تأهيل نفسها ثقافياً وسياسياً وحتى اقتصادياً فهل سيتمكن الطاقم الحكومي بمقر رئاسة الحكومة من تعجيل وطيرة التهيئة للموعد الهام لتتربع سيرة العتيقة على عرش الثقافة العربية ترجمة نانسي قنقر